فقول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى الله معنى رائق في أن الله سبحانه وتعالى يحبك أن تتودد إليه يبا ربنا بيحبك ولأجل حبه فتح لك بابا لتصل إلى حبه أن أنت تسعى إلى حب الله كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يعني الله يحبنا ثم دلنا كيف نصل إلى حبه علشان كده العلماء قالوا أن كل الشيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى يستلزم أنه أفضل من غيره يعني إيه أن الحاجة دي أفضل من غيره لأن ربنا بيحباه وعشان كده قالوا أن الأيام العشر أفضل أيام الدنيا وربنا أقسم بيها سبحانه وتعالى فقال والفجر وليال عشر والساعات بيقولوا إيه بيقولوا أن اللياء يقسموا بقى الأفضلية فيقولوا أن أفضل الليالي الليالي العشر الأخيرة من رمضان وأن أفضل الأيام الأيام أيام ذي الحجة لكن مسألة واسعة وعشان كده من الأعمال المستحبة في تلك العشر قيام الليل فقال الحفظ بن رجب في لطائف المعارف وكتاب ده لطيف أوى 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 للي عايزين بيحبوا يعرفوا يعملوا إيه في المواسم وفي الأيام المباركات قالوا أما قيام ليالي العشر فمستحب وورد إجابة الدعاء فيها واستحبه الشافعي وغيره من العلماء وكان سعيد بن جبير وهو الراوي للحديث اللي احنا ذكرناه عن سيدنا عبد الله بن عباس إذا دخل العشر اكتهد اكتهاداً حتى ما يكادوا يقدروا عليه مش قادر خلاص جب يزيما يقولوا كده اكتهد اكتهاداً لم يبقى بعده اكتهاد ولمن بخاري في صعيحه إن سيدنا عبد الله بن عمر وأبو هريرة كان ماذا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبروا الناس بتكبيرهما يعني بيعملوا ايه تكبير جماعي عشان الناس الناس إياهم أخوانا بتوع التدايون الكم اللي يقول لك ما فيش حاجة اسمعها ذكر جماعي والبيعمل ايه سيدنا سيدنا ابن عباس وسيدنا بيعملوا ايه خارجين بيذكروا في السوق عشان الناس تذكر معاهم وبعد كده يقول لك ما فيش حاجة اسمعها ذكر جماعي والبيعملوا ايه فما فيش موسم طعب يفوت على العبد فاللي ما يقدرش يحج عنده أعمال كتيرة ممكن يعملها ويشارك فيها ويشارك فيها أهل الحج زي مثلا صيامهم عارفة ويكفر الزنوب زي الحج وخاصة أن أنا عايز أقول لكم حاجة اللي يسأل لقلوب حتى الناس اللي ما حجوش حاجة مهمة قوي إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا عن الأعمال ويخلينا كمان نقدر نجتمع مع الحجيج اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه إن أناساً بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم وهم في المدينة قالوا معنا يا رسول الله وهم في المدينة قالوا وهم في المدينة حبساهم العز فنقدر ان احنا ببعض الاعمال الصالحة ان احنا نكون مع الحجيج ونكون مع الانوار دي كلها ليه الانسان يعطي الله سبحانه وتعالى لقدر نيته وعشان كده من الاعمال الصالحة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لنا بيقول حضرت النبي صيام يوم عارفة احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها دي رواية سيدنا الامام مسلم اذا احنا ممكن نعمل اشياء كثيرة جدا 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 وكلها اعمال صالحة اعمال صالحة تفتح لنا الباب بس بنفس ايه بنفس المشتاق لان اخلاص النية والاشتياق الى الحج يفتح ابواب كتيرة لان الرسول اللي حسلم يقول انما الدنيا لاربعة نفر وذكر منهم وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو ايه اللي حاصل فهو صادق فايه اللي حاصل يقول صادق لو ان لي مالا لعملت بعملي فلان النية فهو بنيته فاجروهما سواء ايه ده الاتنين اجروهما ايه سواء وكذلك الحرص على صلاة الجماعة في المسجد علشان يحصل هذا الاجتماع هذا الاجتماع زي الاجتماع بتاع الحج ففي الحديث من نشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهو كحجة ومن نشى الى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة يعني ايه اللي حاصل يعني الواحد ممكن يحصل سواب لحاجة ووهي